ليلى رد فعل الفيلم ايه؟ الفيلم فعلاً حلو بصي انا كنت مبسوطة وانا بصور الفيلم جداً مع كوسر ومع كل زملائي وهي عندها طاقة كبيرة قوي في التصوير والطموحة اكتر من اللازم وانا كنت دعي جبني وكنت معاها قوي وطبعاً الحاقة ده اكيد الانتاج وهيسم في الكتابة يعني ما فيش دور في الفيلمة متحبهوش وما تصدقهوش وما تحسيش ان انتي تعرفي حد كده فكان فيه موتع واحنا بنصور والحقيقة لما اتفرجت انا نادرة لما بمسيت وانا بتفرج على شغل لي بس لأ نسيت ان انا في الفيلم وانبسطت في الفيلم وزي قلتي اتحكت وعيت وحلمت وغنيت ورقست وكل حاجة بس انتي تحسي يعني انتي اصلاً عندك صحاب كتير في حقيقتك في حياتك فحسيتي ان الفيلم ده بيعبر عن جزء منك يعني بمعنى الصحاب حضن الصحبة حضن الصديقة الصحاب اللي مش نازم يخسرهم راجل ابداً او يخسروا بعد عشان طبعاً حسي جداً جداً ويا ما اتكلمت انا وهيسم في الموضوع ده كتير قوي يعني وفي تفاصيل كتيرة ومع كوسر كمان انا الصحاب بنسبالي دول يعني دول عيلتي يعني مش صحاب عمره بس دول العيلة بتاعتي فانا بقدر الصداقة قوي وشخصية هنت برابة انها يعني فيها حيطة طقة ويمكن تبقى بعيدة عني شويتين لكن هي احنا هنا قوي وطيبة قوي فده كان الشبه اللي بيننا فكت حاسة كل التفاصيل وكل الحالات والتسامح بتاعها كنت حباها قوي قوي انا عايز اقولك ان انا شفت ليلة بتاعة سمع هس وحسيت بيم هلبية ياه نعرفش ليه والغنى بتاع المصير في حاجة في ليلة طاقة ما شفتهاش بقالي شوية في افلام انت دايما بتدي طاقة ده في طاقة غريبة انا صح؟ هو في طاقة غريبة وطاقة مختلفة انا مقدمتهاش قبل كده عجبني طبعا بتقول بيفكر باهم افلام وبحبها قوي بس انا حاسة ان الشخصية مختلفة عنهم خالص برضو لكن الطاقة اهيو رايت صح ترجمة نانسي قنقر